بمناسبة مصطفى محمد عايزة علق على القصة بتاعة عز الدين قناحي اللعب المغرب الرائع جدا لالتصريحات تخص منتخب مصر ورد مصطفى محمد عليه طيب عشان لو حضرك ما تعرفش القصة بس انا النهاردة هحاول اديك رأي يبدو مختلف شوية يبدو مختلف شوية عايز الدين قناحي قال في تصريحات لصحيفة فرنسية انه منتخب مصر اكتر منتخب بياخد بطولات في افراقيا بيجيبوا جوان من كرات سابتة وبعد كده تلاقي اللعب واقع يمين وشمال وفي تضيع وقت تمام؟ لو احنا احنا على طول بغضب شديد احنا احنا بنعمل كده انتو منتخبات الشمال الافراقيا المغرب وتونس والجزء صح؟ وسخنة ماشي مصطفى محمد رح رد النهاردة رد رد رغم انه فيه ناس كتيرة هجميته عليه من جمهور المجرد بس هو رد هادي وزاكي هادي وزاكي لو انا ما سمعتش تصريحات قناحي او ما شفتش تصريحات قناحي بس لو هو شايف انه منتخب مصر بيكسب بالطريقة دي فممكن يعمل الطريقة دي عشان يكسب بطولات زينا يعني تمام طيب الزاوية بقى اللي انا هكلمك فيها هي زاوية بعيدة شوية عن كل الغضب وانه يتعاني تخياني وتعاني مش عارف ايه بص هقولك حاجة اولا قناحي ده عايز دين قناحي لعب عظيم جدا لو تفتكروا في كاس العالم او اللعب كان رقم ستة في المغرب عمل بطولة كاس عالم مرعبة كان بيلعب ستة وتمانية عمل بطولة كاس عالم مرعبة كان من واحد من اهم اللعبة في المنتخب المغربي حالين بيلعب فيه مارسيليا الفرنسي احنا كمصريين نعشق نعشق المغرب منتخب وشعب وكل شيء حلو ناحة تانية فيما يخص التصريحات هجماعة التصريحات دي خد بالك قناحي عايش وتربى ولعب في أوروبا تمام التصريحات دي في أوروبا عادية جدا فكرة اللي هو ايه قديك واحدة كده قد كده واحدة من عالجنب كده قد واحدة في المغصة كده بتحصل ازاي وهديك الدليل فاكرين بنجال مدرب الهولندي الكبير العظيم الشهير الجميل كل حاجة مسك الارجنتين في المؤتمر الصحفي قبل مباراتهم في كاس العالم وباهد الميسي وباهد منتخب الارجنتين والدنيا دمر هتلاقي جوزي مورينيو يرمي كلمة على بيب جورديولا هتلاقي كريسان ونالدو هبا يرمي كلمة على ليونيل ميسي ميسي يرمي كلمة على بابي ده بيحصل في أوروبا طول الوقت وعادي والناس بتاخده عادي تمام ما بيبقاش فيها خنايات جمهرية ولا حاجة اللي هو الناس بتقط يعني من الآخر كده شبه بيهزروا بيسخنوا بعض يعني اقولك حاجة في نفس المثل اللي أنا قد تقولك ده بتاع فنجال في كاس العالم لعبت الارجنتين ومسي نزلوا كلوا النجيلة كلوا النجيلة في الملعب هو انت بتقلل مننا طب تعالى بق وهنكسبك فالحاجات دي أربع اعتبارها بس مجرد حافز يعني تحفزنا لما تسبع تصريحات زي كده تتحفز بس ما تخدقاش بغضب وابورة واخناقة لا المغرب عظيمة منتخب شرفنا منتخب جميل